في ميزان القوى السياسية الداخلي الذي تغير كثيراً عما سبقه من موازين بفعل انتخابات كسرت ثواب تظلت مستمرة لسنين في البيت السياسي العراقي أصبح التوقع لتشكيل حكومة جديدة أمراً قد يطول في حسابات تقارير أمريكية منها ما أورده موقع World Politics Review وفي العراق الذي تنظر إليه أمريكا بمجهر التفصيل الدقيق لتجاربه السياسية السابقة تركز الأقلام الصحفية على أن البلد الذي لجأت فيه أحزاب وفصائل فيما مضى للتفاوض من خلال العنف والتهديد بزعزعة استقرار الدولة مهدد برفع نسبة التوقعات بخطر اندلاع أعمال عنف خلال المرحلة الانتقالية وهو ما يطيل أمد التشكيل لحكومة جديدة المخاوف تلك لم تكن في قائمة التوقع إنما أضيف لها التوقع بعودة الفساد والمحسوبية والمحاصصة في حال استمرار التأثير على مجرى الانتخابات الذي فاجأ العالم بعملية لم تشبه شائبة من التزوير وهو ما ينفيه الخاسرون عملياً فإن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر موقف حكومته الأول على تظاهرات المعترضين على نتائج الانتخابات خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني مؤكداً ضرورة تقديم الطعون تحت مظلة القانون سيما أن الانتخابات الأخيرة جرت دون اغتيال أو تفجيرات أو حظر شامل وهو ما فاجأ به العراق العالم من استحقاق دستوري ناجح بامتياز لكن ولأن الظرف الأمني على المحكة نتيجة ما يرشح من توقعات بدخول أجندات خارجية فإنه قد يستغل الظرف الأمني فيما يحقق صالح بعض الجهات في ديمومة الفوضى في العراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر